بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الأفاضل أيها المشاهدات الفاضلات الصائمون والصائمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صخرة الموت تزيعها يغزيعها الإخلاص لله جل وعلا بثلاثيات لابد للمجتمع المسلم دائما أن تتذكر أنها من أسباب الفرج من كل شدة وقربة أولا التماسك الأخلاقي ثم السمو والطهر التماسك الأسري ثم السمو والطهر الأخلاقي وفي الحديث الأول فيه دلالة على أن البار بوالديه دعاءه مستجاب هنيئا لكم ذلك إذا علمت أن أنسانا بارا بوالديه فاطلب منه الدعاء فإن دعاءه مستجاب وخاصة البر بالأم بالذات من ودع والديه وهو بار به ما وإن شاء الله ممن يستجاب منه الدعاء هذا الشاهد والشاهد الآخر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يقول لمن لسيدنا ويبكر سيدنا عمر سيدنا عذمار سيدنا علي للصحابة كلهم إذا لقيتم أويس القرن فاطلبوا منه الدعاء ويس القرن تابعي وليس صحابي سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة يقول للمبشرين بالجنة اطلبوا الدعاء من تابعي ليعلم الأم أن البار بوالديه وبالذات أمه دعاءه مستجاب فهنيئا لكم بركم بوالديكم هنيئا لكم استجابة الدعاء هذا منحة من الله جل وعلا إكراما للوالدين عنده جل في علاء إذا لقيتم أويس القرن فاطلبوا منه الدعاء فإن له أم يبرها وفي علامة ثانية قال عليه الصلاة والسلام وفي بطنه بقية كالدرهم من البرص نصر الله العافية والسلامة فإذا قدم وفد من اليمن عمر أو حج ودخلوا على سيدنا ويبكر هذا سيدنا ويبكر خليفة المسلمين أول ما يسألهم ويقولهم أوفيكم أبيس القرن يقولون لا حتى مات الصديق رضي الله عنه وأرضاه فتولى بعد سيدنا عمر إذا قدم وفد من اليمن يقولهم أوفيكم أبيس القرن هم مننا لم يعلموا بالحديثي بعد قالوا لا حتى قدم وفد وفيهم أويس القرن سبحان الله دخلوا يسلمون على أمير المؤمنين قال أبسل ashallam قالوا نعم قالوا إنه قالوا تركنا عند متاعنا أعلى قلنا قال له عند العفش سبحان الله رب رجل أشعر أغبر دي طمرين مدفوع بالأبواب لو أكسب عن الله لا برة قال يا سيدنا عمر سريعا مع بعض الصحابة وجد أويس نصب عصاي وصلي الضحاء فلما سلم قال له أنت أويس القرن قال نعم قال ألك أم تبرها هذا الشاهد يا بخت من بر بأمه وأبيه بالله هنيئا له دعاه المستجاب هنيئا له هذه المنزلة أكرمنا الله جل وعلا ببر والدينا في الحياة وبعد الحياة اللهم آمين قال نعم يا أمير المؤمنين قال أكشف عن بطنك قال لماذا؟ قال أكشف عن بطنك فلما رأى العلامة الثالثة سيدنا عمر التزم أويس ويقول الله ادعو الله لي يا أويس استغفر لي يا أويس كل أنا أدعو لك يا أمير المؤمنين قال نعم إن رسول الله يقول إذا لقيتم أويس القرن فاطلبوا منه الدعاء فهذه الصخرة التي اعترضت هؤلاء هذا فيها رمزية أنما تختلط سخرة أعباء أسري سخرة في الأسرة سخرة في الوطان ينبغي أن ندرك أن ثلاثيات الفرج هذه أولا الأولى بفرضية العين على كل مكلف على كل مكلف وكل مكلفة وهو بر الوالدين التماسك الأسري صلة الأرحاء والثاني السمو الأخلاقي والطهر والعفة وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة والثالث الاستثمار المالي لأن الإسلام يشجع على تكوين الثروة لا على الفقر الإسلام دائما يشجع المسلم عن أن يكون ثريا بقدر الإمكان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة مرات الصباح والمساء يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني مسكينا وأعمتني مسكينا وأحشدني في زمرة المساكين كثير من العلماء ضعفوه وحتى الذين حسنوه قال الصيوط عليه رحمة الله إنما فيه دلالة على أن الغنية ينبغي أن يعيش بتواضع المساكين فقط الإسلام لا يشجع على العواز وعلى الحاجة أبدا الإسلام يشجع على تكوين الثروة الإسلام يشجع على أن يكون أن الإنسان المسلم صاحب مال صاحب تروة وهو من أسباب الفرج ولذلك نحن نقول الأرباب الأموال الذين جمعوا أموالهم من حلال إنما نحن إن شاء الله نتلمس الفرج من كل شدة من كل نازلة بكم بإذن الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح ليس صحيحا أن الإنسان الإسلام يحارب جمع المال الإسلام يحارب جمع المال وتكوين الثروة من الحرام فقط وإلا فالصلاة تخفف أصحاب الأموال حتى ينصرفون إلى أعمالهم ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من أما منكم الناس فليخفف فإن خلفه المريض والضعيف وذلحاج أصحاب الحوائج حتى عندما حرم الله جل وعلا علينا البيع والشراء لفترة زمنية محدودة للحظات لربما لساعة وأقل من ساعة أمرنا بعد ذلك أن ننصرف إلى الأرض لأعمارتها لننصرف إلى أعمالنا لتجارتنا لأموالنا لأعمالنا لمهننا قال الله جل وعلا في يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نوديها للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ثم قال بعد فإذا قضيت الصلاة فهذه تفيد التعقيم مع الاستعجال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذه الصخرة انفرجت بدعوة هذا الرجل الذي استثمر مالا في حلال ليعلم المسلم أي المسلم أيضا أن الذي يجبع مالا من حلال دعاؤه مستجاب دعاؤه مرفوع وصوته مسموع أما الثالث قال اللهم إن لي أجراء عمال استغلوا عنده فأعطيت كل واحد أجره إلا واحد ترك أجره فنميت له ماله أصبح واديا من الإبل من البقر من الأنعام الله يكرمكم فجاء الأجير بعد زمن يقول لصاحب المال اعطني مالا يعلم أنه مال كان قليل قال كل ما في الوادي هذا مالك قال أتهزأ بي قال والله كل ما في المال الوادي بلك إنما نميت لك مالك قال يقول الرجل اللهم فأخذ كل ما في الوادي اللهم كنت عملت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه لنتعلم أيضا أن التجارة والثروة موهبة لا يستطيعها كل واحد وهنا عندنا مثلا يقولون ترك التجارة تجارة لكننا في الإسلام ندرك بأن من عوامل الفرج هذه الأيدي التي تعمل من عوامل الفرج تكوين الثروة من عوامل الفرج تكوين التجارة من أموال مباركة من أموال طيبة من تجارة رابحة ليس مرة ثانية الإسلام لا يحارب جمع المال الإسلام يشجع على جمع المال ولذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص زاره النبي عليه الصلاة والسلام يوما وقد مرض مرض بعد فتح مكة وعندها بنت واحدة لكنه كان صعب تروى قال يا رسول الله لقد حذر ما ترى وظن أنه سيموت في مرضه إني أريد أن أتصدق بثلثي مالي ثلثين ثلثان قال النبي عليه الصلاة والسلام لا قال أتصدق برصف مالي يا رسول الله قال لا قال أتصدق بثلث مالي قال الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير لهم أن تدعهم عالة يتكففون الناس في إشارة ينبغي للمسلم عندما يجمع مالا يجمع بنية سعد كما وجهه النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة بإذن الله مع سيدنا سعد بن أبي وقاص من الخطأ ثم الخطأ أن نتصور أن الإسلام يحارب جمع المال بحال من الأحوال على الإطلاق الإسلام يشجع على جمع الثروة بس من حلال لأن الثروة عندما تكون في عيدي صالحة تنتفع بها ينتفع بها الفقير والمسكين تنتفع بها المجتمعات الثروة عندما تكون في عيدي صالحة يكون الطهر يكون السمو يكون العفاف الثروة عندما تكون في عيدي صالحة تكون العقول الراشدة الثروة هذه تسرع عقونا اليوم نشاهد نماذج من المدارس النموذجية من المنح هذه التي وجئت من أولاء الذين يقومون على ذلك أسأل الله أن يثيبهم أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أموالهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل ما ينفقون ولا أريد أن أسميهم من أنهم يحبون ذلك أعلم ذلك لكن الله أعلم بهم من الخطأ ثم الخطأ مرة أخرى اسمعوا لي أن نفهم هذا الفهم وهذا ليس عندكم إن شاء الله الفقر ليس عيبا ولكن العيب أن الإنسان عنده قدرة على تكوين ثروة ولا يسعى إليها يظن أن الزهد في الدنيا أن يترك جمع المال بحال من الأحوال الإسلام يشجع على ذلك الإسلام يجمع للتاجر ما لا يجمعه ربما من غيره ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الصاجر الصادق الأمين يبعث يوم القيامة مع النبيين والصدقين والشهداء ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء السوق عندما يذهب الإنسان إلى السوق الأسواق ليست مبغوضة عند الله جو الله وعلا على إطلاقها بالعكس الأسواق تكون أسواق مباركة عندما تكون بضابط الإسلام بأخلاق الإسلام بقيم الإسلام اسألوا شرق آسيا كيف دخل الإسلام من خلال التجار نقل الإسلام من خلال تجارتهم نقل الإسلام من خلال أمانتهم نقل الإسلام من خلال سلوكهم نقل الإسلام من خلال أخلاقهم وليس في شرق آسيا في العالم بأسره ولذلك هذه قضية مهمة قضية للأسف أن البعض تصور أنه يقعد وهو قاعد عن العمل هذا ليس بصحيح ما أحوجنا لفقه الفأس الذي النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة كيف تعارج الفقر كيف تعارج العوز إتاعة فرص للأعمال ولذلك نحن نقرأ سورة الكهف سورة الكهف فيها ثلاثيات مقومات الحياة مقومات الأمم الطاقة البشرية تتمثل في الفتية والطاقة المالية تتمثل في أصحاب السفينة وفي أصحاب الأموال والجدار الذي رفع كل ذلك والطاقة العلمية تتمثل في الخضر وتتمثل في سيدنا موسى وتتمثل في ذي القرنين إننا بحاجة لهذه المفاهيم بحاجة أن ندرك أن الأموال الطيبة المباركة أصحابها دعاهم مستجاب صوتهم مرفوع وصوتهم مسموع وندعو الله جل وعلا أن يبارك فيهم ولذلك عندما يذهب الإنسان إلى السوق ليبيعه ويشتريه إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء غدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومح الله عنه ألف ألف أسيئة ويقول سيدنا عمر بن الخطاب وقيل لسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ما من ميت أتمناها بعد الشهادة إلا أن يميت لله جل وعلا وأنا أضرب برزقي في الأرض يقول القرطبي عليه رحمة الله إن الله جل وعلا قدم السعي في الرزق على الجهاد في سبيله فقال الله جل وعلا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله إن هذه الثلاثيات ينبغي أن تكون حاضرة عند المتكلم وعند المشاهد الكريم هي موجودة عندكم إن شاء الله أولا التماسك الأسري وثانيا السبو والطهر الأخلاقي والثالث الاستثمار المالي من حلال نحن نقبط أرباب الأموال هذه الأموال التي يرتقون بها وسنراهم يوم القيامة وظللتهم الصدقات المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة المؤمن يأتي يوم القيامة بهذه الصدقات العظيمة التي انتفع بها كثير من الناس نعم المال الصالح للعبد الصالح وللحديث بقية إن شاء الله أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة